يبكي تشاهد هذه الحلقة من بلد مؤمنين آخرين كما ذكر القسيس مكدي فيك أنك تكون صديق للكتاب المقدس تتشبه بيسوع تتشبه بسيرة حياة التلاميذ والرسل وتتبع هذه السحابة من الشهود وتعيش من أجل الرب يسوع المسيح تعرف حبائي واحدة من ضعفاتنا كمسيحيين أنه عاوزين نساير الكل لكن المسايرة لم تأتي بأي نتيجة فالقرار هل أنت التلميذ هل مستعد تدفع كل غالي ونفيس من أجل الرب يسوع المسيح يمكن بتحتاج إلى مساعدة روحية لكن أهم قرار في كل الموضوع أنك تسكب قلبك نحو الرب تقول له يا رب برحمني أنا الخاطئ تعال أدخل إلى حياتي وسكن قلبي بحب أسمع منك إذا فعلا طلبت الرب حتى نساعدك روحيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر